إن كنت تبحث عن طرق لتتبيت قوالب الورد بريس أو تنصيبها على جهازك الحاسوب الوكال هوس فهذا الفيديو لك تابع معي الفيديو إلى النهاية مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد في هذا الفيديو سنتعرف على النقاط التالية أول نقطة سنتعرف على مميزات تنصيب قوالب الورد بريس على سيرفر محلي ثانيا سنتعرف على الطرق التي يمكننا تتبيت من خلالها القوالب الورد بريس على جهازنا الحاسوب حيث هنا توجد طريقتين الطريقة الأولى نكتفي بالقوالب الموجودة فقط في الورد بريس التي سنراها هنا سأضغط على زر مظهر هنا توجد لديه فقط نوعين أو شكلين من التامس أو الطريقة الثانية وهي التي سنقوم من خلالها بتحميل قالب من القوالب الموجودة التي يوفرها لنا موقع wordpress.org بالمجان وكذلك لدينا القوالب المدفوعة التي توجد في موقع تام فورست الغني عن التعريف اذا اول شيء قبل ان نبدأ في طريقة تنصيب القوالب يجب ان نذكر المميزات اذا من بين مميزات تنصيب الورد بريس على سيرفر محلي مثل البيتنامي الذي قمنا بشرحه في فيديو سابق سأترك رابط الفيديو في صندوق الوصف لمن يريد ان يشاهد هذا الفيديو الميزة الاولى لهذه الطريقة انه يساعدك على تعلم الورد بريس من خلال اجراء تعديلات على الموقع بصورة امينة بدون ضرر بموقعك الاصلي اما الميزة التانية فانه يسمح لنا بتجربة القوالب والاضافات بدون تعقيدات كثيرة وبدون تحمل عناء المصاريف الاستضافات ونود دومين لفعل ذلك لدينا نوعان من القوالب المجانية بطبيعة الحال والمدفوعة المجانية موجودة على موقع wordpress.org يتيح لنا موقع الورد بريس العديد من القوالب المجانية والتي يلجأ اليها الكثير للبدء خاصة للمتدئين ويمكنك زيارة الموقع من خلال رابط الموجود في صندوق الوصف لتعرف على جميع القوالب المتوفرة بالمجان في الحقيقة هنا سأفتح قوسين أنا لا أحب فكرة الاشتغال على القوالب المجانية خاصة على الموقع أريد الاشتغال عليه والاستثمار فيه على المستوى البعيد لأسباب كثيرة سأذكر من بينها أنه لا يتم تحديث القوالب السمراء وهذه نقطة ضعف كبيرة وهذا يشكل عائق بعدم استخدام الكثير من أدوات الورد بريس التي قد تحتاجها مثل الإضافات لبلوغينز والتي تفرد معظم وتحديثات لا تتوفر في القوالب مجانية إذن كما سبق وذكرت إذن هذه نقطة ضعف بالنسبة للقوالب المتاحة بالمجان وهناك أكثر من ذلك أنها قد تحمل بعض الأخطاء في لغة البرمجة والخاصة بها مما يجعلها بطيئة ورديئة المستوى مقارنة بالقوالب المدفوعة ولهذا ليست جيدة لسيور موقعك إذا كنت تريد تصدر نتائج البحث على جوجل مثلا والشيء الثالث أنها لا توفر لنا الدعم الفني أو أدوات شرح تساعدك على استخدامها خاصة إن كنت مبتدئ إذن هذه مساوئ بين قوصين مساوئ قوالب المجانية لهذا أفضل أن تجرب القوالب المجانية فقط في البداية حتى تأخذ تجربة وتتعلم الأشياء الكثيرة ولكن لا تجعلها أو لا تشتغل عليها بصفة دائمة أي أن تعتمدها في موقعك الرئيسي أما المدفوعة التي يتم شراؤها من خلال الموقع مثلا tomforest.net وهو موقع موثوق توجد به العديد من القوالب خاصة بالورد بريس اضغطنا هنا مثلا وبأتمين ستتراوح ما بين 20 و 60 دولار سأأخذ مثلا بلوغ هذه القوالب هنا توجد الكثير والكثير من القوالب كما قلت بالنسبة لأتمين ستتراوح ما بين 20 إلى 60 دولار وفي هذه الفترة الحالية فتوجد تخفيضات بمناسبة نهاية السنة هذه فرصة جيدة لمن يريد اقتناء مثلا هذا تم جونيوز التخفيض 29 دولار فقط بدلا من 59 هذا جيد جدا لمن يريد أن يستغل الفرصة الآن لأن نهاية السنة تكون تخفيضات جدا مهمة وهنا يجب الإشارة أنه يجب تجنب القوالب من مجهولة المصدر لأنه قد تسبب لك الكثير من المشاكل على موقعك إذا سنرى كيفية تنصيب قالب ورد بريس مجاني من داخل لوحة التحكم لفعل ذلك سنذهب إلى مظهر ثم قوالب ستظهر لنا صفحة تشمل جميع القوالب المنصبة سابقا على الموقع إذا في هذه الصفحة يظهر لنا جميع القوالب الموجودة بالصفحة تلقائية إذا لإضافة قوالب أخرى سأضغط على زر أضيف جديد لإضافة وتتبيق قالب جديد هنا يمكننا اختيار القالب الذي يناسبك ويمكنك الاختيار بين القوالب المميزة أو الأكثر شعبية أو الأحدث أو تحديد النوع القالب الذي تريد البحث عنه سأقوم باختيار هستيا إذا بعد اختيارنا سأقوم بالضغط على زر تنصيب سننتظر قليلا سأقوم بتسريع الفيديو لربح الوقت يمكنك كذلك ضغط على معاينة لمعاينة مظهر القالب قبل تتبيته لمعرفة خصائص هذا القالب وهل هو مناسب لك أم لا نحن سنقوم بالمعاينة بعد تتبيت وتفعيل القالب سنقوم بزيارة الموقع لنرى الشكل الذي سيكون عليه الموقع إذا تم تنصيب الموقع سأقوم بالضغط على زر تفعيل إذا هنا نرى تم تفعيل القالب جديد بنجاح إذا سنقوم بزيارة الموقع مباشرة لمعاينة مظهر القالب سنقوم بالضغط على زيارة الموقع ثم الخطوة التالية تستطيع التعديل على إعداد القالب بالضغط على زر تخصيص وبالطبع تختلف إعدادات القالب من واحد لآخر إذا أصدقائي قبل المرور إلى الطريقة الثانية إذا كنت لم تشترك بعد في القناة أشترك الآن وضغط على زر الإعجاب وذلك تجعنا على إعطاء المزيد إذا سنعود إلى لوحة التحكم إذا هذه هي الطريقة الأولى الآن سنطرق إلى كيفية إضافة قالب وورد بريس من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا سنقوم بالضغط على موقع الورد بريس وسنقوم باختيار تم لنرى كيفية تحميله وتتبيت أو تنصيب القالب على جهاز الحاسوب سنقوم بتحميل هذا التام نيوزمو سأضغط على زر دونلاود لقد تم تحميله بسرعة ومن ثم عليك رفع هذا الملف باتباع الخطوة التالية من داخل لوحة تحكم الورد بريس سأذهب إلى مظهر قوالب بعد ذلك سأضغط على أضف جديد في الصفحة المولية سأضغط على رفع قالب ثم عليك اختيار أو تحديد مكان القالب والضغط على تنصيب الآن سأضغط على تنصيب الآن سأختار هذا التام الذي قمت بتحميله من موقع wordpress.org بعد انتهاء عملي التحميل سأضغط على تنصيب الآن هنا جاري إتمام تنصيب القالب من الملف المرفوع تم تنصيب القالب بنجاح سأعود هنا إلى قالب إذن هذا هو القالب الجديد سأقوم بالضغط على تفعيل الآن تم الانتهاء من تنصيب القالب وتفعيله ويمكننا البدء بالإعداد أو بتخصيصه سأقوم بزيارة الموقع زيارة الموقع الآن إذن هذا هو شكل الموقع الحالي قبل القيام بعملية تخصيصه إذا أردنا القيام بعملية تخصيص سنضغط على تخصيص وهذا سنخصص له فيديوهات كثيرة إن شاء الله في المستقبل القريب إذن كما رأينا سأعود إلى لوحة التحكم من هنا إذن طريقة إزالة قالب wordpress وتفعيل قالب آخر يكفي الذهاب إلى مظهر ثم قوالب إذن إذا أردنا إزالة قالب معين من wordpress يكفي الضغط عليه ثم الذهاب إلى حدف تأكيد هل تريد حدف هذا القالب؟ أكيد نعم وبهذه الطريقة نقوم بحدف القالب يجب هنا إعطاء ملحوظة مهمة إذا أردت الاحتفاظ بالقالب على موقعك دون استخدامه هذا ممكن ليس فيه ومشكل ليس فيه أي مشكل لكن لا ينصح بهذا طبعا فوجود عدد قالب على موقعك بعضها غير مفعل يصنع عبءا زائدا على موقعك على موقعك بما يؤدي إلى تقليل سرعة الموقع وبالتالي ترتيب متأخر في نتائج البحث إذا لا ينصح بالحسفات بالقالب الغير المفعلة يكفي القالب المفعل والذي تشتغل عليه إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الدعم والضغط على زر اللايك لمساعدتنا على إعطاء المزيد وتشجيعنا اشتركوا في القناة إلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة